صباح الخير عليك يا شازلي وصباح الخير على مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان زي ما قلت احنا موجودين داخل استاد القاهرة اللي يمكن ساعات وهيستقبل مباراة هما بينتظرها كل المصريين وهي مباراة مصر والسنغال في ذهاب الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم 2022 في قطر وعشان نعرف تفاصيل أكتر عن آخر الاستعدادات اللي يعني بيتم اتخذها داخل استاد القاهرة لتأمين المباراة وكمان دخول المشجعين معنا العميد محمود القاضي رئيس قطاع العمليات بالمجموعة الأفريقية المسؤولة عن تأمين استاد القاهرة الدولي في مباراة اليوم برحب بحضرتك يا فندم صباح الخير في الفداية لو نعرف الموطنين وجمهير اللي هيتوجهوا النهاردة لستاد القاهرة عن مواعيد الدخول إمتى الاستاد هيفتح قوابه وكمان بوابات الدخول برحب بحضرتك وبرحب باستاد المشاهدين ان شاء الله النهاردة احنا طبعا عندنا موعد مع مباراة هامة مباراة مصر والسنغال في استاد القاهرة الدولي ان شاء الله آخر توقيتات للفتح وغلق البوابات ان شاء الله الساعة 3 فتح البوابات جميع البوابات هيت الاستادة تكون على استعداد لاستقبال لستادة المشاهدين والمشجعين اعتبارا من الساعة 3 العصر ان شاء الله غلق البوابات هيكون الساعة 8 مساء دي آخر توقيتات يعني خلاص نهائية الساعة 3 فتح والساعة 8 غلق بوابات الدخول ممكن الجمهير تدخل من أنهي بوابات سؤال جميل طبعا وده سؤال بيراود كل اللي معاه تسكرة وعايز يعرف وهيدخل من أنهي بوابة احنا عندنا البوابة أهل رجدان دي المدخل الرئيسي لأستاذ القاهرة وده مخصص لدخول مشجعين المقصورة والدرجة الأولى سواء كانت الأولى العلوية أو الأولى يمين ويسار وبرضه باب أهل رجدان ده مخصص لأستاذة المخصص ليهم دخول بسيارات الركوب أي حد معاه تصريح لدخول بسيارة برضه هيتوجه بالسيارة على باب أهل رجدان هيلقي في استقباله الشركة وهيقوم بإجراءات التفتيش وهيتوجه لمكانه دي الدرجة الأولى والمقصورة اللي معاه تسكرة درجة تانية هيتوجه على بوابة يوسف عباس ده البوابة الرئاسية للأستاذ المطلع على شارع يوسف عباس والبوابة دي مواجهة لمحطة مترو استاذ القاهرة الخطة الثالث للمترو لزمالنا اللي جايين في مترو الأنفاء برضه باب يوسف عباس ده مخصص لدخول زمالنا الصحفيين والإعلاميين اللي مصرح ليهم بحضور المباراة هيدخلوا برضه من بوابة يوسف عباس كده هيتبقى معنا الدرجة الثالثة اللي حجز التسكرة بتاعته درجة ثالثة سواء كانت الدرجة ثالثة يمين أو شمال نبدأ بالدرجة الثالثة شمال الدرجة الثالثة شمال هيدخل من بوابة صلاح سالم دي البوابة الرئيسية لإستاذ القاهرة المطلع على شارع صلاح سالم بجوار دار المدرعات وهيئة الاستعلامات ومنها مباشرة إلى المدرج جماهير الدرجة الثالثة يمين هيمخصص ليهم الدخول من بوابة الأوتستراد ودي البوابة اللي هي الشارع الجانبي جنب نادو الظهور والنصب التسكاري دي بوابة رئيسية هتدخل مشجعين الدرجة الثالثة يمين كده هيتبقى لنا بس مدخل لتوبيسات اللاعبين والحكام وده مدخل خاص بعيد خالص عن مصاري الجماهير مخصص لدخول اللاعبين والحكام عارفين كمان أنه فيه قائمة يعني منقول من الممنوعات اللي دخولها للأستاد نعرف الجماهير بيها وليتوجهه النهاردة للأستاد علشان محدش يصطحبها وبالتالي يتم منع دخولها معاه تمام إحنا مش عايزين نقول ممنوعات ومحذورات أنا بمجرد أن أنا بنوعي الجماهير فهي المفروض دي خلاص بقت حاجة معروفة فيفضل أن الجماهير ما تجبهاش معاه يعني أنا مش عايز أمنح حد أو عايز أمنح حاجة تدخل الجمهور من نفسه هو خلاص بقى عندنا نوع من الوعي وعارف أن قائمة المحذورات أو الممنوعات ده سبب منعها أن هي بتسبب أزية أو بتسبب ضرر للغير إحنا بنتكلم على جميع المواد المشتعلة الشعلات ومشابه ذلك اللي هي معروفة عند الجماهير باسم الشماريخ طبعا دي ممنوعة منعا باتا ممنوعة توجودها لا في محيط الإستاد داخليا ولا خارجيا بنتكلم على المأكلات والمشروبات المحفوظة في عبوات معدنية أو عبوات زجاجية ممكن تسبب أزة مسموح بدخول المأكلات والمشروبات اللي هي في كبيات بلاستيك أو في عبوات بلاستيك مفتوحة مش مغطاة اللي هي الحاجة اللي ما تسببش أزة أو تسبب إصابة للغير يعني طبعا جميع الأدوات الحادة العصي وأي آلة حادة ممكن تسبب ضرر أو جرح ممنوعة طبعا بالنسبة للسادة المشاهدين والشباب بيتسألوا عن الباوربانك أنا بأكد لحضراتكم أن أدوات تخزين الطاقة اللي هي الباوربانك وأدوات شحن الموبايلات اللي هي الشواحن والكابلات والأسلاك بتاعتها كل دي من قيمة الممنوعات اللي هي مش مسموح بها للدخول في حاجة تانية برضو يعني ممنوعة وبتبقى يعني متدولة مع الكل وخصوصا السيدات والأنسات وهي البرفيوم والعطور أي مادة محطوطة في بخاخ تؤدي استخدامها لإحداث لهاب دي ممنوعة فاحنا بنأكد على إخواتنا سيدات والأنسات على طول الشنط بتاعتكم بتبقى فيها البرفيوم والحاجة دي لو سمحتي وانت جاية تأكدي أن هي مش موجودة أو تسيبيها في السيارة لأن مش مسموح بدخولها وأنا بأكد على حضراتكم أن عناصر الأمن التابعة للشركة الإفريقية المنتشر على البوابات مش مسموح ليهم أن هم ياخدوا أي حاجة من السادة المواطنين على سبيل الأمانة يعني لو أنا مشجع ومعايا البوربانك بتاعي وانسيته هقول لفرض الأمن خده معاك وهاخده وأنا خارج هو مش هياخده منك وهتضطر أن أنت ترجع ترجعه وكذلك برضو العطور وما شبه ذلك فأنا بأكد على أن كل اللي سمع قيمة الممنوعات في خلال اليومين اللي فاتوا ما تجبهاش معاك هاتلستان أنا برضو بأكد على نقطة من ضمن الحاجات الممنوعة وهي المواد الدعائية والترويجية أي حاجة بتحمل لفتات يعني سواء كانت موسيقى أو لفتات سياسية أو لفتات عليها نوع من الإعلان أو الدعاية طبعا دي برضو من ضمن قائمة الممنوعات والمحذورات وفي الآخر إحنا بنراهن على وعي الشباب ووعي الشعب ووعي الأسر اللي جايين إن شاء الله مش هنلاقي مخالفات وإنك لقينا هتبقى حاجات من باب السهو والنسيان إن شاء الله باب التأكيد وكله طبعا حرصا على يعني سلامة كل الجماهير اللي هتكون حضرة كمان مهم نتكلم عن الخطة التأمينية الموضوعة احنا شايفين من خارج أبويب الاستاد في خطة تأمينية موضوعة ظهور كمان لفرق التأمين النسائية تكلمنا عن يعني الاستعدادات في الجزء ده طبعا لخطة التأمين هي خطة التأمين المكبرة اللي وضعها وزارة الداخلية احنا وضعين إجراءات أمنية داخل الاستاد من شأنها السيطرة على المداخل والمخارج والسيطرة على أرض الملعب أول الإجراءات الأمنية بتاعتنا هتبدأ من البوابات الخارجية على الأربع بوابات اللي احنا حددناها طبعا فيه عناصر للتفتيش موجودة سواء كان عنصر نسائي أو رجالي مجهزين البوابات بتاعتنا بأحدث أجهزة التفتيش من الإكس ري البوابات الإلكترونية الهند ميتل فيه خيمة مخصصة لمساعدة السيدات أثناء التفتيش يعني إن شاء الله الأسر اللي جاية ما تقلقش أي حد جمعها زوجته أو بنته أو والدته ما فيش مشكلة خالص في موضوع التعامل النسائي احنا عندنا مجموعة من البنات مدربين على أعلى مستوى في التعامل مع السيدات وبكل وده هيتم التفتيش وإن شاء الله يعني احنا متطمينين عملنا أكثر من بروفة لموضوع الإجراءات على البوابات دي الدايرة الأولى بتاعتنا اللي هي تأمين البوابات الخارجية هننتقل إلى الدايرة التانية اللي هي المدرجات طبعا بمجرد ما سادى المشجعين والمشاهدين دخلوا من البوابات هيتوجههم مباشرة إلى أماكن جلوسهم في المدرجات احنا مخصصين مجموعات كبيرة تتواجد مع المشجعين في المدرجات الغرض منها توجيههم الأماكن المخصصة ليهم بالجلوس ومساعدتهم للخروج والدخول وتعرفهم أماكن الدخول والخروج عشان ما يحصلش تكدس ويعني لو في أي حد من المشجعين عايز يتوجه بسؤال أو بيستفسر بحاجة هيلاقي عناصر الشركة موجودة لحمايته لتأمينه الدايرة التالتة هي أرض الملعب ودي طبعا أهم دايرة اللي هي بنأمن من خلالها اللاعبين والحكام اللي هم في أرض الملعب ودي مجموعة منطقاء الحقيقة في الشركة تم تدربهم بعناية خلال الفترات السابقة حضروا معنا تأمين البطولات الكبيرة من أول بطولة كأس الأمم الأفريقية اللي قيمت في مصر مرورا بالعديد من البطولات الكبيرة والمتشاط الأفريقية لأندية الأهل والزمالك المجموعة دي مدربة على فرض الحماية على أرض الملعب إحنا مش مخصصين حماية ذاتية أو حراسة لصيقة لأحد اللاعبين سواء كان من مصر وعلى رأسهم طبعا الكابتن محمد صلاح أو من السنغال زي ساديو مانيه أو الحقيقة الحداشر لعيب في كل فريق الـ 22 لعيب اللي موجودين في أرض الملعب كلهم نجوم فإحنا حطين الإجراءات الأمنية بتاعتنا في أرض الملعب لتوفير المناخ لإجراء المباراة دون تواجد أي حد غير مصرح به وبالتالي يعني هو يعتبر أمن مخفي أحدش يحس إن فيه ناس موجودة ولكن مفيش حد هيقدر يقرب من أرض الملعب وبالتالي إحنا كده هنكون وفرنا الأمن والسلامة للعبين من غير ما يبقى فيه يعني حراسة لصيقة أو ما شابه برضو إجراءات الإماء الحماية والتأمين ممتدة إلى غرف اللعبين من أول مقتوبيس اللعيبة بيدخل إلى غرف اللعبين والأماكن المخصصة للحكام والميديا وما شابه ومكان المؤتمر الصحفي اللي بينعقد فيه المؤتمر الصحفي عقب اللقاء برضو ده مؤمن تماما بعناصر مدربة ويعني إحنا الحمد لله أنهينا كافة الإجراءات وعملنا أكثر من تجربة وأكثر من بروف على التأمين هيبقى ناقص بس إن شاء الله التوفيق من ربنا واللعيبة في أرض الملعب إن شاء الله يعني نتمنى النصر دعوات كافة المصريين إن إن شاء الله ربنا ينصر مصر النهاردة وينفوز وبفوز مستريح وإن شاء الله بنطلب من ربنا التوفيق لجميع العناصر المشتركة في خروج المباراة بالشكل اللائق إن شاء الله يمكن كنت بتكلم أحراتك قبل الهواء وكنا بنقول نحنا بنراهن على وعي الجماهير فمن هنا الرسالة نوجهها لجماهير الكرة المصرية اللي جاييني النهاردة يأذروا منتخبنا الوطني في المباراة الهمة تسهيلا يعني على مرور اليوم على الجميع طبعا أي خطة أمنية أو أي إجراءات أمنية موضوعة بيبقى يعني فرص الرهان فيها هو وعي الجماهير أو التزام الحضرين بالتعليمات مهما كانت الإجراءات إجراءات مشددة أو كانت إجراءات منظمة وهيقابلها من الجانب الآخر عدم التزام بجماهير أو عدم التزام من الحضور ده بيسبب مشكلة ولكن إحنا طبعا بنراهن على وعي الشعب المصري بنراهن على وعي الشباب في أنه هما خلاص إحنا وصلنا لمرحلة متقدمة جدا في موضوع التأمين الرياضي إحنا قبل كده كانت الناس بتيجي توقف طوابير يوم المباراة عشان يقطع تسكرة ويدخل وكانت فيه سودة وما شابه دلوقتي بقى الحجز إلكتروني وإنت قاعد في بيتك بطريقة متحضرة إجراءاتك كل البيانات بتاعتك متوفرة لدى الدولة فكمالة التقدم ده إن إحنا بنناشد الجماهير إن هما يلتزموا إحنا قلنا على مسامح حضراتكم أكتر من مرة البوابات المخصصة للدخول إيه هي قايمة الممنوعات فالمفروض إن إحنا بعد كل الإعلام مقال كل ده هنلاقي إن شاء الله إن الناس جاية ملتزمة في التوقيتات بتاعت الدخول والانصراف ملتزمة بإيه الإجراءات بيساعدوا أجهزة الأمن متواجدة برا الناس متواجدة في محيط الأستاذ من الساعة 7 الصبح ده الغرض منها تأمين المواطنين إحنا معنا 65 ألف فإحنا بنحرص على أمنهم تواجد الناس في المدرجات إحنا بنناشد الجماهير تواجد في مدرجك ما تخرجش في الطرقات أو في الفواصل أو السلالم لأن دي مخصصة للإخلاء وفي النهاية إحنا طبعا بنتمنى التوفيق لمنتخبنا وبنتمنى التوفيق لعناصر الأمن المتواجدة داخل الإستاذ أهلا بشكر حتك جدا على وجودك معنا وكل التفاصيل وبتنالكوا كمان التوفيق في المهمة اللي موجودين فيها النهاردة كل التوفيق لحضرتك وكل فرق التأمين اللي موجودة يعني شازل كان ده القائنا مع العميد محمود القاضي رئيس قطاع العمليات باق المجموعة الأفريقية المسؤولة عن تأمين مباراة اليوم الحقيقة قادرنا نعرف المشاهدين ببوابات الدخول كمان تعليمات الدخول متمنى إن شاء الله اليوم يعدي بسلام ويكون يوم سعيد على كل المصريين بفوز منتخبنا الوطني في المباراة الهمة أمام منتخب سنغال برغالو كمورتانية في الستوزيو